اشتركوا في القناة مستمعنا الكرام أهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الذي يجمعنا بالأستاذ فادي الداود المستشار لشؤون التعليم والشباب المدير التنفيذي لملتقى طلال أبو غزالي المعرفي أهلا وسهلا بك أستاذ فادي أهلا وسهلا بكم سيدي وشكرا جزيلا لهذه الاستضافة نحن في بداية هذا اللقاء نود أن نقوم وأن نوجه الشكر لسعادة الدكتور طلال أبو غزالي الذي أنشأ هذا المنتدى هذه القاعة التي تضم بين جناباتها الكثير الكثير من النشاطات التي تقام فيها فالأستاذ فادي يعني الداود يعرفنا أولا عن النشاطات والهدف من إنشاء هذا الملتقى المعرفي بكل سرور سيدي لا شك ملتقى طلال أبو غزالي المعرفي أنشئ برؤية من سعادة الدكتور طلال أبو غزالي فعليا لتحقيق أهداف تنموية ثقافية اقتصادية معرفية للاتجاه نحو اقتصاد المعرفة وفي سبيل خلق مساحة آمنة للحواري واللقاء والالتقاء للمفكرين لأصحاب الفكر لأصحاب الخبرات العملية والمهنية والاقتصادية للخروج بتوصيات قد تقدم لأصحاب القرار في هذا الوطن العزيز والبحث والتفكر في كل ما يجول في خاطر المواطنين الأردنيين وتقديم أوراق بحثية تشجيع ثقافة الحوار أيضا فبالتالي هي منصة فكرية وخزان فكري يقدم للمجتمع الأردني لاحتواء هذا الفكر وأيضا خلق هذه المساحة لللقاء والالتقاء إذن يعني هذا القاعة الملتقة هذه المعرفة لمؤسسة أو لمجموعة طلال أبو أزالي كان هدف نبيل وسامي من أجل إنشاء هذه القاعة الجميلة التي تضم بين جنباتها الكثير من النشاطات التي تعقد فيها والحوارات والنقاشات فلو أخذنا السنوات الأخيرة منذ جائحة كورونا حتى الآن وما زلنا نعيش في أجواء هذه الجائحة حتى الآن فماذا عملنا في هذا الملتقى المعرفي أثناء الجائحة ونعرج قليلا إلى ما قبل الجائحة قبل الجائحة ماذا عملنا وأثناء الجائحة ماذا عملنا جميل سيدي بداية اسمح لي أن أشاركك بفلسفتي في تقديم ملتقى طلال أبو غزالة المعرفي وكون حضرتك أشرت إلى هذه القاعة الجميلة التي احتضنت في جنباتها العديد من النشاطات من مؤتمرات ورشاة عمل ندوات جلسات حوارية والعديد فعليا عبر السنوات الماضية الكثير الكثير من هذه النشاطات التي كانت بتشارك حقيقي مع الجهات الحكومية جهات القطاع الخاص وإلى المجتمع المحلي ولكن فلسفتي دائما وزملائي دائما يستمعون لما أقوله وأعرفه لملتقى طلال أبو غزالة المعرفي الذي تعدى حدود هذه القاعة الفعلية فبالتالي ملتقى طلال أبو غزالة المعرفي له صفة اعتبارية تتعدى حدود هذه القاعة بالتالي نقدم ملتقى يريد تتفسلنا كيف تعدى حدود هذه القاعة الأساليب والوسائل التي اتبعها صحيح يعني فعليا نحن كملتقى طلال أبو غزالة المعرفي وبرؤية سعد دكتور طلال أبو غزالة لإنشاء وتأسيس هذه المنصة الفكرية الحوارية الغير مرتبطة فقط بهذه القاعة تعديناها وانطلقنا إلى كل مجتمعنا الأردني وكل قطاعاتنا المختلفة فبالتالي عقدنا ندوات ومؤتمرات ودعمنا وشاركنا فعاليات وطنية عديدة مختلفة خارج حدود هذه القاعة بأن نذهب نحن للمشاركة في مؤتمرات دعم هذه المؤتمرات من خلال مشاركة زملائنا في هذه المجموعة فبالتالي خلقنا أن الملتقى هو مكان فعليا لللقاء والالتقاء ولكن أيضا هو خزان فكري يحتوي على العديد من خبراتنا المهنية والأكاديمية والتخصصية في العديد من القطاعات ففعليا نساهم في إدارة حوارات خارج الملتقى نتشارك مع مؤسسات ومصابقات وطنية ريادية وشبابية أيضا ذهبنا إلى عدد من المحافظات لتقديم ورشات عملنا دوات توعوية تثقيفية فالملتقى ذهبنا بفكرنا وبعملنا وبخبراتنا إلى خارج حدود هذه القاعة هذا ما قصدته بأن هناك صفة اعتبارية للملتقى أما فعليا نحن هنا في هذه القاعة أيضا كملتقى وهدفنا فكري وهدفنا تنموي وهدفنا أن نتجه نحو اقتصاد المعرفة وأن نكون مكان آمن لللقاء والالتقاء والحوار وتشجيع شبابنا أيضا على ثقافة الحوار وتقديم الفكر من خلال منصات وطنية محترمة تتشارك مع جهات مختلفة لتقديم الفكر والحوار داخل هذه القاعة إذا عدنا إلى ما قبل الجائحة طبعا من أشطاتنا العديدة عقدنا مؤتمرات دولية على سبيل المثال استضفنا هنا مؤتمرات دولية عندما خاطبتنا عدد من الجهات الدولية مثل كان هناك مبادرة لمشروع يسمى أنا هنا وهو كان بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الـ GIZ وهذا المشروع يهدف إلى بناء وصقل ودعم الفتيات على مقاعد الدراسة وتشبيكهن مع سيدات رائدات في العمل المهني على أرض الواقع هل خدم هذا المشروع وهذه الندوة التي أقيمت في هذه القاعة هل خدم الأردن بفتياته مدام مخصص للفتيات كان؟ نعم هو تشجيع مشاركة المرأة الاقتصادية الهدف الرئيسي فبالتالي كان يعتمد على الإرشاد والتوجيه هل حقق نتائج معينة؟ لا شك طبعا لا شك هذا مشروع دولي محترم جدا عقيد بالشراكة مع الجامعة الأردنية فبالتالي احنا استضفنا أحد ورشات العمل لهذا المؤتمر الدولي في هذه القاعة في العام 2018 وكان له صدى كبير وكان تحت رعاية سعاد دكتور طلاب وغزالة ومشاركة الجامعة الأردنية ومشاركة من منظمة تعاون الدولي الألمانية الـ GIZ والعديد من الفتيات والطالبات اللواتي تخرجنا من الجامعة وكان لهم تشبيك وكان لهم مرشدات وموجهات في القطاع المهاني هذا إحدى الأمثلة والنماذج لكن أيضا عقدنا جلسات حوارية عديدة مع مؤسسات شبابية مؤسسات شبابية يعني على سبيل المثال وليس الحصر مؤسسة ولي العهد هيئة شباب كننا الأردن مؤسسة إنجاز مؤسسة إليا نقل العديد من الجمعيات الشبابية أيضا عقدنا العديد من جلسات الحوارية المتخصصة مثال آخر عقدنا بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في اليوم العالمي للشباب ندوى حول معايير النزاهة الوطنية بالتالي استضفنا عدد من الشباب الذين نصب من جهاتهم ومؤسساتهم الشبابية للمشاركة في هذه الندوى الحوارية واستضفنا خبير من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في سبيل أن يتم مشاركة معايير النزاهة الوطنية هذا أحد الأمثلة أيضا مثال آخر عقدنا جلسة تحت رعاية سعى الدكتور طلال أبو غزالة ومشاركة واسعة من شبابنا الأردني من مؤسسات مختلفة قراءة في خطاب سمو ولي العهد الذي ألقاه في جامعة معان وكان خطاب له صدى كبير وجميل جدا ومحفز للشباب فدعونا الشباب لللقاء والالتقاء وأيضا للإسهاب والتفكر في خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الذي حمل رسائل عديدة جدا فدعونا العديد من المدارس ومن الجامعات والجامعات الشبابية للنقاش وخرجنا أيضا بمقترحات ناهيك عن الورشات العمل الاقتصادية كان أيضا عندما يدار نقاش حول قانون ضريبة الدخل والمبعات الأخير أيضا ملتقى طلاب غزالة المعرفي هبه لأن يقدم نفسه كان منصة فكرية لأصحاب الخبرة والحوار والنقاش للتباحث في الخروج بتوصيات ماذا يمكن أن نقدم للحكومة الأردنية من أصحاب الخبرة بالشأن الضريبي والمالي والاقتصادي فأيضا اكتظت هذه القاعة بالخبراء التي خرجت بلجنة وأعدت هذه اللجنة توصيات ورفعت إلى أنذاك الحكومة الأردنية للأخذ بها والأمثلة عديدة سيدي وتطول أنا أخذت فكرة عن هذه القاعة الجميلة كما وصفتها في السابق كل الدوائر والغزارات لديها قاعات مخصصة لاجتماعات الموظفين لا تعقد ندوات هذه القاعة كان تفكيري أن هذه القاعة هي مخصصة للمجموعة فقط لكنها عندما تعقد مؤتمرات وحوارية مناقشات تخدم المجتمع الأردني بكافة أطيافه فهذا أمر آخر أمر آخر أيضا أمر آخر جميل أرجو أن تسمح لي وتأذن لي أيضا يساهم ملتقة طلاب عزالي المعرفي في الحراك الثقافي والفني والأدبي في وطننا العزيز فاستضاف هذا الملتقة أيضا معارض رسم لفنانين تشكيليين بالتعاون مع رابطة الفنانين تشكيليين وعدد من الفنانين العالميين عقدنا أمسيات ثقافية لعدد من السفرات احتفالا بأيامهم الثقافية والفنية استضفنا العديد من الأنشطة أيضا الريادية للشباب والطلاب في المدارس بعرض منتجاتهم ومخرجاتهم بالروبوت والإبداعات والمشاريع الريادية ففعليا وأيضا استضفنا أمسيات حفلات موسيقية لترانيم الميلاد ونحن الآن يمكن في أدوان نهاية العام وأعياد الميلاد فكانت هناك أيضا فعاليات موسيقية جميلة بالتعاون مع عدد من جمعياتنا الوطنية التي تدعو إلى الفرح دائما وكان دوما سعادة الدكتور طلاب عزالي راعيا لهذه الحفلات الموسيقية التي ترنم وتنشد احتفالا بالوئام الأردني والنسيج الأردني الجميل ففعليا كنا وما زلنا ونهدف للاستمرار دوما أن نبقى هذا الذراع التنموي وأحد أذرع مجموعة طلاب عزالي الغير ربحية التنموية التي تساهم في الخدمة المجتمعية خدمة لمجتمعنا بكل أطيافه الثقافية والصناعية والاقتصادية والتجارية والأدبية والفنية طيب هذا أمر جميل جدا لكن هناك دائرة للإعلام في هذه المجموعة ماذا كان دور الإعلام في هذه المجموعة إزاء هذه النشاطات التي تقوم بها هذه القاع هذا الملتقى المعرفي نعم سيدي لا شك الذراع الإعلامي والدائرة الإعلامية لمجموعة طلاب عزالي والتي تعتبر من أضخم وأكبر الدوائر في هذه المجموعة والسبب لضخامة وعدد النشاطات والفعاليات والخدمات التي تقدمها هذه المجموعة وأيضا ما يقوم به سعد دكتور طلاب عزالي من النشاطات على مستوى العالم فنحن جزء من هذه النشاطات جميل لكن دور الإعلام لنا تحديدا كملطقة ومنصة فكرية وحوارية وخزان فكري هدفنا ليس فقط عقد الندوة أو الورشة أو الحوارية في هذا الملتقى وتنتهي عند هذه الحدود لكن هدفنا أيضا المشاركة والإعلان والإعلام والتسويق للفكر الذي خرج من هذه الحواريات والورشات والندوات فبالتالي الإعلام دوما ملاصق لأي نشاط تقوم فيه الملتقى داخل هذه القاعة وخارج بالتشارك فبالتالي يخرج هناك أخبار صحفية يتم التصوير والبث الإعلامي على البراء وصالة التواصل اجتماعي عبر راديو وتلفزيون أو إذاعة طلاب وعزالة للأعمال والثقافة ننشر تقارير ونرسلها أيضا لكل جمهورنا وقاعدة بياناتنا فبالتالي هدفنا أن الحوار والنقاش والنتائج والمخرجات التي تخرج من فعالياتنا أن يتم مشاركة على أوسع نطاق وهذا يأتي هنا دور الإعلام إن كان الإعلام مسموع مقروع أو صحفي أو رقمي يعني يا أستاذ فادي أنت سبقتنا في الإعلام في الحديث عن الإعلام أو تحدثت ما في أنفسنا تحدثت فيما هو من مكنوناتنا الإعلامية تحدثنا عن دور هذا الملتقى المعرفي لما قبل الجائحة جائحة كورونا ثم جاءت الجائحة ونرجو أن نتخلص منها وأن تنتهي هذه الجائحة إن شاء الله بأمن وسلام تعود على مجتمعنا الكبير الذي نعتز به بقيادتنا بالفكر الذي نتبنى جاءت هذه الجائحة شأننا شأن أي دولة أخرى في العالم وضربتنا شلت حركتنا المدارس الجامعات الدوائر الحكومية إلى آخر كل المجتمع بكل طيف من أطيافه فماذا عملنا أثناء الجائحة؟ صحيح سؤال جميل سيدي أنا أستمتع بالإجابة على هذا السؤال لشقين الشق الأول طبعا برغم مآسي هذه الجائحة التي أصابت وألمت بالعالم أجمع إن كان على المستوى الفردي أو الإنساني وإن كان على المستوى المؤسسي والاقتصادي للدول الأجمع فبالتالي آثارها السلبية النفسية والمعنوية والصحية الاقتصادية لا يختلف عليها إثنان ولكن من جانب الإيجابي وجزء من التفكير الإيجابي هو الإقرار بواقع الحال وكيفية التعامل وهنا أثبت ملطقة طلال أبو غزال المعرفي رشاقته المؤسسية وفكره اللين وقدرته على الاستجابة لهذه الصدمة كما تسمى التي ألمت بالعالم وتحديدا بالأنشطة التي حالت دون عقد أي فعاليات وأنشطة وجاهية التعليم الوجاهي توقف الندوات توقفت كنا في أوج نشاطاتنا عندما بدأ الحظر فعليا في نهاية شهر آذار عام 2020 ولزمنا منازلنا لنهاية أو منتصف شهر أعتقد أيار أو حزيران من العام 2020 في الحظر المنزلي سيدي قدمنا مقترح وقد نكون من الأوائل في هذا الوطن الذي استجاب لهذه الجائحة لكن نفتخر دوما بأن نقول أن سعد دكتور طلاب غزالي من عشر سنوات إذا مش أكثر وهو ينادي بالتحول الرقمي وهو ينادي بأهمية التعليم الافتراضي وانتقال فعليا بكل نشاطات المؤسسية إلى التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وللفائد الجمع التي قد تجنيها المؤسسات على المستوى الاقتصادي والمستوى الفردي فبالتالي أطلق مطلقة طلال أبو غزالي المعرفي سلسلة من اللقاءات والحوارات الرقمية سمناها حوارات ملطقة طلاب غزالي المعرفي الرقمية والتي اعتمدت فعليا كما جرى حاليا ومنذ زمن وإلى الآن ومستمرة وستستمر اللقاءات الحوارية الرقمية والتدريبات الرقمية والأنشطة الرقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي كافة فسخرنا صفحات مجموعة طلاب غزالي العالمية على مواقع الطلال الاجتماعي ومن خلال الحلول الالكترونية وعقدنا العشرات من الجلسات الحوارية استضفنا اطلاق هذه السلسلة كان استضافة كريمة ولقاء جميل جدا مع سعاد دكتور طلاب غزالي في أيار 2020 ثم استمرنا بلقاءاتنا الحوارية استضفنا العديد من السادة الوزراء والسادة والسيدات الأعيان ورؤساء الجمعيات المهنية المتخصصة وجلسات حوارية شبابية تعنى بالعديد من المناسبات منها يوم المرأة العالمي استضفنا أيضا مجموعة من الشباب والشبابات الرياديين والرياديات تحدثنا حول التطوع تحدثنا حول أيضا مدراء الدوائر الرسمية فبالتالي بكل أمانة لقد كان الأثر الإيجابي لهذه الجلسات والندوات عبر وسائل تواصل اجتماعي الأثر الكبير والأكبر فبالتالي تابعنا آلاف المتابعين الذين قد يكونوا عاجزين على الحضور لهذه القاعة بسبب أزمة المواصلات الوقت الذي قد يستغرق الإنسان فكانت الحلول الرشيقة بالتحول للجلسات الرقمية فائدة للجميع كل في منزله كل في مكتبه كل في مكانه فبالتالي وفرت على الجميع العديد من اللوجستيات التي كانت تثقل تنظيم الفعاليات ولا نغفل عن أهمية التفاعل الوجاهي لكن في هذا الظل الذي ما زلنا نعيشه بهذا الخطر الذي يداهمنا ما زالت الفعاليات والحياة مستمرة وإن كنا في منازلنا ومكاتبنا نشاطات مستمرة كنا مجبرين أن نقوم بهذه النشاطات عن بعد مجبرين لكن إلى حد ما طبعا فرضت الجائحة أن تتحول رقميا كان الابتكار أو الاندثار كما تقول العبارة الشهيرة فبالتالي رشاقة المؤسسة كانت أكبر دليل على مدى قوتها واستمراريتها يعني على أبسط المحال التجارية إذا لم تستطع أن تتحول رقميا بتسويق منتجاتها خلال الجائحة اندثرت صحيح لأنه يعني يجب أن تتحول رقميا للاستمرار فبالتالي أيضا نحن كملطق حواري وثقافي هل تتوقف الفعاليات الثقافية والحوارية والأنشطة فقط لعدم قدرتنا على التنقل والتجمع بهذه المخاطر التي نعيش من التباعد الاجتماعي وسائل الحماية ماذا قبرتم؟ فبالتالي انتقلنا رقميا أصبحت كل فعالياتنا لغاية الآن رقمية بسلسلة لقاءات وحوارات رقمية تبث في بث حي ومباشر عبر صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي عبر أثير إذاعة طلالة بوسائل الإعمال والثقافة فبالتالي شاركنا ونظمنا مؤتمرات وأدرنا حوارات كلها رقمية على مستوى العالم أصبحنا نستضيف شخصيات عالمية أصبحنا نعقد لقاءات حوارية من مصر ولبنان وفلسطين والعراق وسوريا إعلاميات عربيات أيضا بالتعاون مع مركز الإعلاميات العربيات عقدنا العديد من الجلسات مع إعلاميات عربيات إلى غاية يومنا حاليا ولكن لا يعني ذلك أننا توقفنا عن استضافة فعاليات خاصة بالالتزام التام بقوانين الدفاع وأوامر الدفاع والصحة العامة والتباعد والكمامات وغيرها من التزامات بعدد محدود جدا داخل هذه القاعة للتباحث والتناقش في شأن معين أو موضوع نبحثه بشكل أو بآخر الدور الذي قام به سعادة الدكتور طلال أبو غزالي في هذا الجانب تحديدا هل لك أن تذكر لنا كيف عمل أو كيف فعل هذه القاعة هذا الملتقى المعرفي ثقافيا بكلمة أشار من خلالها إلى الأهداف والوسائل التي من أجلها نرعى هذا الملتقى ونستعمله أيضا من أجل نشر الثقافة والاقتصاد المعرفي وإلى آخر صحيح سيدي اسمح لي أن أعود بالزمن إلى الأعوام أتوقع 2013 و2014 تحديدا ما بعد أو خلال خضم الربيع العربي نعم فكان هناك حراك اقتصادي وحراك سياسي وأزمات كبيرة جدا تلف في العالم العربي وأيضا الشارع الأردني كان متأثر بهذا الربيع أو ما يسمى بالربيع العربي من أحداث وحراكات على أرض الواقع في الشارع فكان لسعادة الدكتور طلال بغزالي هذا الفكر أن تنتقل الأفكار والتوجهات وأيضا إذا كان هناك أي فكر مغاير أو حوار يرغب به المواطن أن ينقله لماذا لا يكون تحت صقف واحد في قاعة واحدة في مكان واحد للحوار لتشجيع ثقافة الحوار ولامتصاص أيضا هذا الاحتقان الذي قد يكون لدى المواطنين لعدم قدرتهم على التعبير لعدم وجود منصات فبالتالي بادر سعادة الدكتور طلال بغزالي في تقديم ملطقة طلال بغزالي المعرفي وأنشأ منتدى سمي منتدى تطوير السياسات الاقتصادية وكان من أوائل إن لم يكن أول منتدى اقتصادي أسس الدكتور طلال بغزالي على المستوى المجتمعي الأردني جميل يعنى بتشكيل لجان مختصة في كل القطاعات التعليم السياحة الاقتصاد التجارة الزراعة النزاهة مكافحة الفساد الحوكمة والحاكمية وكنت أنا آنذاك وإن لم أكن أعمل في مجموعة طلال بغزالي كنت خارج في قطاع مختلف تنموي أيضا لبيت الدعوة والنداء الذي أطلق دكتور طلال إلى كل مؤسسات الوطن وحظي العديد من الشخصيات الكبيرة القديرة الاهتمام أن انضموا إلى هذا المنتدى وشكلوا لجان وبدأنا بالخروج بأوراق بحثية وتقارير رفعت أيضا إلى الديوان الملكي رفعت إلى الحكومة الأردنية للمساهمة يعني الهدف دوما كان لهذا المنتدى أن يكون دراع داعم ومساند ويقدم النصح والمشورة لأصحاب القرار وللحكومة الأردنية في سبيل أن نساهم في اختزال زبدة فكر مجتمعنا الأردني الطيب وخبراتنا في كل القطاعات وأن نقدمها من خلال هذا الخزان الفكري هل حقق هذا الملتقى الهدف المنشود من أجل إنشاءه أصلا في المجتمع الأردني خلنا أخذ أولا يعني كجواب مختصر أنا قد لا أكون الشخص المناسب لأن أجيب على هذا السؤال لأن الأثر هو على المجتمع الأثر هو على المطلقي الأثر على النتيجة المرجوة من خلال الحوار والاجتهاد في تقديم بعض لكن أنتم ترصدون هذه الاستجابات لهذا نعم بكل حيادية صراحة أعتقد أننا دوما نسعى إلى أن نجتهد بتقديم الأفضل وأن نقدم أنفسنا كمنصة حوارية لتحقيق هذه الأهداف لكن عندما نرى مخاطبات من عدد من مؤسسات الوطن إن كانت حكومية أو اقتصادية أو مجتمع محلي أو شبابية أو مدارس أو منتديات أو أندية يعني يتهافتون بإطالباتهم وأسئلتهم ورجائهم كيف يمكن لهم أن يتشاركوا معنا باستضافة جلسة بعقد ندوة بزيارتهم بإدارة حوار أو أن يقدموا فكر معين هذه كلها مؤشرات إيجابية على أن حققنا الهدف المرجوب أن تكون منصة فكرية للقاء والالتقاء وتشجيع ثقافة الحوار والخروج بتوصيات نقدمها من هذه المنصة الفكرية الحوارية هذا الملتقى طلال أبو غزالي المعرفي وهذه القاعة الجميلة يعني عملت الكثير الكثير لا نود أن نأتي على ذكر ما قامت به من أعمال من ندوات من حوارات من مؤتمرات إلى آخره شارك فيها الخبراء أنفسهم اسمح لي في الدقائق الخمس المتبقية من هذا البرنامج أن أشير إلى أن الأستاذ فادي الداود هو المستشار للشؤون التعليمية والشبابية في هذا الملتقى في هذا المجمع نعم سيدي أنا أعتز بأن حضيت على ثقة سعادة الدكتور طلال أبو غزالي بمنحي وتكليفي أن أكون مستشارا لشؤون التعليمي والشباب في هذه المجموعة الكريمة نعم وذلك لشغفي الكبير بالشأن التعليمي وخبرتي وأيضا بالقطاع الشبابي والشأن الشبابي فبالتالي ما أقوم به فعليا إلى جانب خدمات ملتقى طلال أبو غزالي المعرفي هو كيف يمكن لنا أن نصوق خدمات مجموعة طلال أبو غزالي المهنية العديدة والمتعددة في القطاع التعليمي والشبابي التي قد فعلا تدعم وتساهم في تطوير الشأن الشبابي وأيضا الشأن التعليمي لكل قطاعاتنا المختلفة هل اختارك سعد الدكتور طلال أبو غزالي لكونك شابا؟ يعني أنا ذاك يمكن قبل سنوات أنا ذاك يعني أنا دائما بحكيها وزملائي وأصدقائي دائما يتساءلون كيف كان لي ما هي الوسيلة أو المدخل الذي كان لي في الدخول إلى هذه المجموعة العالمية أن أكون مستشارا لتعليم والشباب وأنا بكل أمانة وموضوعية أذكرها عندما كنت أعمل في عدد من المشاريع التنموية الاقتصادية في العام 2011 و12 و13 في هذه السنوات انتسبت ولبيت دعوة الدكتور طلال أبو غزالي عندما أنشأ منتدى تطوير السياسات الاقتصادية في ملطقة طلال أبو غزالي المعرفة جميل فقدمت كشاب أردني لدي فكر لدي حماس لدي شغف أن أساهم كمواطن بفكري بخبرتي ضمن هذه اللجانة التي أطلقها فدكتور طلال أبو غزالي لديه لا شك حكمة وحنكة وبعد رؤية كبير جدا فأتوقع أنه التقط من بعيد هناك شاب متحمس يشارك يقدم فكر لديه طاقة فبالتالي فتح قلبه قبل أبواب شركته وفعلا ساهمت بالعديد من الأعمال التطوعية داخل هذه المجموعة ضمن المنتدى إلى غاية العام 2017 أو 2018 عندما انتهى عملي في إحدى المشاريع التنموية وأنهيت مشروعي التنموي وقدمت نفسي لهذه المجموعة فبالتالي كان خيار الدكتور طلال أبو غزالي أن قال لي بمعنى الكلمة أنا بانتظارك أصلا أن تنهي مشروعك لأن تنضم لنا كمستشارا للتعليم والشباب وأن تساهم بفكرك ونشاطك وحماسك وإخلاصك لهذه المجموعة وهذا فعليا أساس عملي في هذه المجموعة إيماني بالأنشطة التي تقدمها وبالدعم الكبير الذي أشهد عليه الذي يقدم ساعد دكتور طلال أبو غزالي للمجتمع الأردني بكل أطيافه وأيضا للخدمات المهنية التي تقدمها المجموعة للعديد من المؤسسات الوطنية جميل نحن في نهاية هذا اللقاء يعني لا يسعنا إلا أن نشكر الأستاذ فادي أداود البدير التنفيذي لملتقى طلال أبو غزالي المعرفي المستشار للشؤون التعليمية وللشباب أيضا في مجموعة طلال أبو غزالي على كل هذه النشاطات التي تقوم بها ويقوم بها هذا الملتقى الذي تشرف عليه حضرتك أنت ففي المستقبل إن شاء الله لنا لقاءات أخرى مع الأستاذ فادي أداود الذي سعدنا بلقائه في هذه الجلسة ونرجو أن تطول ولكن وقتها قد انتهى وأنتم مشاهدين الكرام ومستمعين الأعزاء لكم كل التحايا من مقدم هذا البرنامج أفاق المعرفة وصلنا إلى معرفة حقيقية لمنتدى وهذا المنتدى هذه القاعة الجميلة كما أشرفت كما أسرفت وأشرت إليها ونلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة شكرا لكم جميعا شكرا للأستاذ كل الاحترام سيدي ونرجو أن نلتقي مرة إن شاء الله إن شاء الله شكرا شكرا